الضغط متعدد الأقطاب في لعبة الفساد في العراق مشاغلة وابتزاز عدي التميمي عودة الإبن الظال إلى عرين الأسود لماذا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الضغط من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟ تمارس الولايات المتحدة الأمريكية وقوى سياسية أخرى محلية وقوى دولية بل وحتى قوى إقليمية بأساليب مختلفة الضغط على السيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء المكلف الذي يفترض أن يحصل على مصادقة البرلمان بشأن حكومته الضغوط الكثيرة فيما يتعلق بتنفيذ برنامجه الحكومي نحن لاحظنا هناك ترحيب كبير من الدول من المجتمع الدولي من قوى سياسية مختلفة طبعا عداء البعض لكن في الغالب المجتمع الدولي برمته يؤيد تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وهذا أمر اللافت في نفس الوقت لاحظنا أن هناك توقعات كثيرة تثار في وسائل الإعلام في مراكز الأبحاث والتفكير حتى لدى أولئك الذين كانوا بالأمس يعترضون على تشكيل حكومة جديدة ويؤيدون بقاء مصطفى الكاظمي حتى إنجاز مهمة أخرى فيما يتعلق بالانتخابات المبكرة على قولة اللبنانيين نقلوا البارودة من كتف إلى كتف يعني نقلوا البندقية من كتف إلى كتف لكن في نفس الوقت أخذوا يرفعون منسوب التوقعات من الحكومة الجديدة وهذا الضغط الكبير على الحكومة الجديدة في ظل تحديات المرحلة في ظل الطبيعة السياسية للعملية السياسية والطبيعة المجتمعية فيما يتعلق بالتوافق حتى بعدين يقولون في مرحلة تالية أن الحكومة فشلت وأن السيد السوداني لم يحقق ما هو المطلوب منه طبعا معحد واشنطن أحكي لكم عنه وغير من المعاهد التي كانت تصر وتؤكد فيما مضى من الوقت على أهمية بقاء مصطفى الكاظمي وكانت تشجعه وتحرضه وتدعوه إلى إيجاد احتكاك مع الحشد الشعبي مع فصائل المقاومة بذرائع شتى هذه المعاهد وكما بالتأكيد محهد واشنطن الآن أيضا بدأوا يتحدثون عما يسمونها باستحقاقات على الحكومة العراقية الجديدة أن تنفذها لكي ترضى عنها الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن أفصل في موضوع محهد واشنطن أريد أن أشير إلى قضية لافتة يعني أنتم لازم أيضا تنتبهون ليش الآن الآن عندما بدأ السيد محمد الشاع السوداني يعد نفسه يحضر نفسه لتقديم حكومته ويدشن عهد في حكومة كاملة الصلاحيات ليش أثير ملف الفساد بهذا الشكل اللافت والكبير ليش مع أن السيد يعني محمد الشاع السوداني وضع في سلم أولوياته أن حكومته هي حكومة خدمات خاصة وأن وقتها أيضا محدود يعني بحسب ما يشاع وقت حتى إجراء انتخابات مبكرة بس الآن أثير هذا الملف بشكل تزامن أيضا مع تصريحات ومع تغريدة لافتة لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة بلاسخارت فيما يتعلق بملفات الفساد المثارة وكأن بلاسخارت تمارس دورها كوصي على الشعب العراقي بعد إحاطاتها التي تمثلت بالتعامل مع العراق كوصي من خلال اتهامات كثيرة للقادة السياسيين وعدم التمييز بين الفاسد الحقيقي وبين المصلح وبين أولئك الذين لو لا هم لما استمرت العملية السياسية بل لما بقي العراق كدولة لتفكك بعد غزوة داعش والإرهاب الكبير الذي رعته الدول الكبرى التي جاء تبثل وتبثلهم السيدة بلاسخارت بالتأكيد الآن لا يوجد أمام بلاسخارت وأمام القوة الدولية الأخرى أفضل من هذا الملف ملف الفساد وهم يعرفون كل الزين من الصعب على حكومة في هذا الوقت بالذات وهذه المرحلة بالذات وفي ظل عملية توافق كما لاحظنا لتشكيل الحكومة بين أطراف لحد البارحة كانت تدعو إلى إقصاء الإطار التنسيقي والقوة السياسية الفاعلة فيه من العملية السياسية إذن عندهم شيء إذن أنت يجب أن لا تثق بمثل هذه الدعوات ويجب أيضا أن لا تثق بهذه الإثارات التي تثار حول ملفات الفساد وباشرهم يقول لك إحنا يعني أكون مبرر لبعض القوى المحلية لكي تتضاغر وتعرقل عمل الحكومة وعادت حليمة العادتها القديمة ورجعوك إلى المربع الأول مربع تشرين و2019 وحرائق وصلوب وقتل وماك دوام يا بشنو والله الحكومة حكومة السيد السوداني أغفقت في ملف الفساد وهو ملف الفساد من أعقد الملفات الذي يواجه العراق ولاحظتوا أنت الآن يعني هذه الحكومة الآن الحكومة التصريف الأعمال التي سبقت حكومة السيد محمد الشيع السوداني تعجوا بهذا النوع من الفساد فإذن أكو مشكلة علينا أيضا أن نتحدث مع الجمهور بكل واقعية أن نوضح لهذا الجمهور أن هذا دعم المطلوب من الحكومة أن تواجه الفساد بس مو يجي الإطار التنسيقي يخول السيد محمد الشيع السوداني مهمة اختيار وزراء أو طاقم الوزاري وهذا أمر حسن وحسن جدا سواء من المرشحين الذين يرشحهم الإطار أو الذين يسمحوا لهم للسيد محمد الشيع باختيارهم من خارج القوائم المقدمة هذا فعل جيد بس السؤال ليش مثلا الطرفان الرئيسان الذين كانوا يشكلان ما سمي بالتحالف الثلاثي يعني الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخوة فيما يسمى بتحالف سيادة يعني سنة السلطة السيد بسعود وحزب ليش ما فعلوا نفس الشيء وخولوا السيد محمد الشيع السوداني مهمة اختيار الوزراء ومحاسبتهم وتغييرهم بالشكل الذي يمكنه من أن يقول كلمته هذه واحدة هذه عقبة يعني ما لم تكن يده مبسوطة كاملة كاملة البسط لا يستطيع أن يفعل شيئا كبيرا خصوصا فيما يتعلق بملفات الفساد خصوصا وأن الأطراف التي كانت تريد إقصاء قوى الإطار التنسيقي من العملية السياسية مو بس ظالعة بالفساد ولاحظتم في قضية توزير السيد هشيار زيباري تعريفه أو يعني كرئيس للممثل مرشح لرئاسة الجمهورية والمحكمة كيف ماذا فعلت ورفضت ولاحظتم في نفس الوقت كيف الإصرار عليه مو بس أقول ذلك بل هؤلاء شجعوا مظاهرات تشرين لتنطلقها فقط ضد المكون الشيعي وضد أحزاب وفئات محددة في البيت الشيعي وتحميلها كل المسؤولية أما فيما يتعلق بمحهد واشنطن محهد واشنطن تعرفون جيدا أخواني هذا المحهد أسسته الأيباك لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مهمتها مهمة هذه اللجنة أكرر تكريس الوجود الصهيوني الإسرائيلي في المنطقة هذا محهد واشنطن يجي تحت عنوان تقييم الحكومة العراقية الجديدة مقاييس يضع مقاييس للحفاظ على المصالح الأمريكية ويهدد السيد محمد الشيع السوداني بوضوح بوضوح يهدد يقول له عليك أن لا تقوم بأي فعل يتعلق بتغيير القيادات الأمنية سواء في جهاز المخابرات أو في الجيش إذا كانت هذه خصوصا إذا كانت هذه لها علاقة بالولايات المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية يقول عندما يشكل رئيس الوزراء المنتخب حكومته سيشعر العديد من المراقبين الدوليين بالارتياح لأسباب المفهومة يعني يقول السوداني وزير سابق وعنده خبرة وعنده كذا لكن في نفس الوقت يأجي ويقول علينا أن نراقب أن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق سوف تتعثر في نهاية المطاف ربما بشكل أبطأ إذا كانت ديمقراطيون يمسكون بالبيت الأبيض باعتبار بالكونغرس باعتبار الانتخابات النصفية للكونغرس ولكن حتما ستسوء هذه العلاقة إذا نجح الجمهوريون بتعزيز مواقفهم فش يقول هو طبعا يعتبر مع كل الأسف يعتبر حكومة السيد الشياء حكومة الميليشيات محد واشنطن يقول إذا قامت الميليشياته بتطهير أو تهميش يعني الحكومة شوركاء الولاء شوف العين البرعة كما يقول أهدنا شوف القباحة إذا قامت الميليشيات بتطهير أو تهميش شركاء شركاء الولايات المتحدة الموثوق بهم في الجيش وجهاز المخابرات الوطن العراقي INIS بغدوء فقد تقوم واشنطن على الفور بتقليل مرتبة بغداد كشريك يمكن الوثوق به من خلال معلومات يعني منحها من الحصول على معلومات استخباراتية والتكنولوجيا حساسة بعد يقول إذا حاولت الميليشيات والعملاء الإيرانيون يعني يقصد حكومة السيد محمد الشياع السوداني مرة أخرى استخدام البنك المركزي العراقي كصندوق احتياطي مقوم بالدولار فمن المرجح أن تبدأ وزارة الخزانة الأمريكية في قطع وصول بغداد إلى الدولار والنظام المالي العالمي تهديد تهديد وابتزاز لأن هذا نفس المعهد وأنا احتيت لكم عن هذا كثيراً نفس هذا المعهد قدم توصيات سابقة للسيد مصطفى الكاظمي ليقوم بتغيير القيادات الأمنية والإعلامية مثل ما لاحظتم والمجيء بقيادات موالية للولايات المتحدة الأمريكية سيقول له لا تمسهم يعني شوان يقدر إذن السيد محمد الشياع السوداني أن يحقق طموحات الشعب ورغبات الشعب في التخلص من الفساد ومن عملاء الولايات المتحدة الذين يستعدون للفوضاء إذن ما نحتاجه في المرحلة المقبلة هو تقديم الدعم الكامل للسيد محمد الشياع السوداني ليعمل مبسوط اليد شلون؟ هاي عليكم ابقوا معنا عدي التميمي شهيد فلسطين والأمتين العربية والإسلامية عودة الإبن الضال إلى عرين الأسود طبعاً توضيح بسيط العنوان ليس له علاقة مباشرة بالشهيد عدي التميمي وعرين الأسود اقتباس لجماعة مقاومة فلسطينية من الجيل الجديد من أمثال عدي الشهيد هذه المقاومة الفلسطينية تجاوزت هذه الحالة الفصائلية المعروفة في فلسطين المحتلة يعني الحزبية والصراعات بين الجماعات الفلسطينية المختلفة استطاعت أن تربك حسابات الكيان الصهيوني منذ اللحظة الأولى التي بدأت ترسم حكايات ثورتها بعملياتها النوعية كما لاحظتم في عملية الشهيد عدي التميمي وهذه العمليات النوعية بعثت في نفوس الفلسطينيين وباقي المقاومين في العالم الأمل بنهيار هذا الكيان الصهيوني قريبا وقريبا جدا إن شاء الله نحن نبارك هنا لشعبنا الفلسطيني المقاوم وقواه الحية وفصائله المجاهدة نبارك لهم شهادة عدي التميمي البطل والعمليات الأخيرة التي تؤكد مرة أخرى أن هذا الاحتلال الصهيوني الطارئ هذا الكيان الطارئ واللقيط هو زائل وأن هذا الكيان العنصري يجب أن يزول ما هو إلا كيان مؤقت والدليل أن هذا الشعب الفلسطيني هذا الجيل الجديد قاعد يرسم لنا من جديد ملاحم مستقبل جديد للشعب الفلسطيني البطل ونحن على ثقة تامة بأن من أمثال هذه العمليات أمثال هؤلاء الشهداء الأبرار يعبدون بدمائهم الطريقة نحو التحرير الكامل بإذن الله تعالى طبعا جماعة عرين الأسود الفلسطينية الشاب توعدت الاحتلال الصهيوني بليال من الغضب تعقبها ليال من الغضب بعد استشهاد هذا البطل عدي التميمي الذي كان مطاردا خلال تنفيذه عملية فدائية في القدس المحتلة مساء الأربعاء لكن شنو الرابط عودت من هو الابن الضال الابن الضال أحبائي أنتم لاحظتم في نفس اليوم هذا الذي استشهد في هذا البطل استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في مكتبه بدمشق وفد كبير من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد عشر سنوات من القطيع السياسي على الرغم من أن سوريا وطبعا حلفائها مثل الجمهورية الإسلامية وحزب الله لم يقطعوا دعمهم لحركة حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية طبعا نذكركم فقط بأن موضوع القطيع هو جاء من حماس وليس من سوريا حماس مع كل الأسف كانت قراءتها خاطئة لما شهدته سوريا في الفترة الماضية ما يسمى بثورات الربيع العربية التي وصلت إلى سوريا وطبعا ضمن مخطط معروف وشفت نتائج هذا الربيع العربي شفت الدمار شفت التدمير شفت انهيار البنى التحتية شفت القتل شفت الأرهاب شفت أكل الأكباد شفت مضغ القلوب من قبل التكفيريين اللي لم يأتوا فجأة على الإطلاق إنما كانوا مستعدين كان يجري تدريبهم تجهيزهم وإعدادهم لمثل هذه الأيام شفناها في لبنان عفوا في ليبيا شفناها في مصر والمصريين استطاعوا أن يتجاوزوا لكن بعد حمام من الدماء حمام دم ثقيل استطاعوا أن يعيدوا الوضع إلى ما كان عليه تقريبا قبل ما يسمى بثورة الربيع العربي بس الإصرار كان على سوريا طبعا تعرفون جيدا أنتم في وصايا قادة الكيان الصهيوني كان هناك تأكيد كبير من قادة الكيان الصهيوني المؤسسين الأوائل على ثلاث دول يجب تدمير جيوشها وتدميرها وإخراجها من معادلة الصراع من الدول العربية طبعا العراق مصر وسوريا اشتغلوا على مصر ونجحوا لأنه وقعوا مع مصر معاهدة كامب ديفيد في ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين أخرجت مصر من الصراع كنظام سياسي لكن لم تتمكن هذه المعادلة وهذا هذا الذي يعني الآن عديد تميمي يريد يعيدنا الأمل بأنه الشعب المصري وطبعا هناك ممارسات كثيرة من الشعب المصري تؤكد ما فعله هذا الشهيد الحي الشعب المصري بكل فصائله وطوائفه وشرائحه يرفض التطبيق حتى يومك هذا يعني أنت من ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين إلى اليوم اشقد عندك أربعة وأربعين سنة ما في تطبيق شعبي جابت محاولات كثيرة المصريون رفضوا نفس الشيء في الأردن بعد معاهدات وادي عربة اتفاقية وادي عربة في سوريا أرادوا تدمير الجيش السوري أرادوا تدمير البنى التحتية السورية أرادوا تدمير سوريا وإخراجها من المعادلة وتحويلها أيضا إلى ليبيا أخرى وشفتوا ليبيا أنتوا الآن لا تزال يعني ليبيا غير مستقرة ولن تصبح مستقرة ما دام الناتو والأمريكان موجودون موجودين ومعهم عملاءهم والتكفيريون يعبثون بهذا البلد الشقيق لكن سوريا تعتبر الخط الأول الأساسي والساخن في معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني فجهزوا قواهم كلها لكي يسقطوا الدولة السورية هو مو أسقاط النظام يعني مو بس بشار الأسد أسقاط النظام السوري تحويل النظام الدولة السورية إلى غابة يقاتلوا بعضها البعض أنت تحول الصراع إلى صراع داخلي بعدما يهتم بالموضوع الفلسطيني وإسرائيل الكيان الصهيوني موجود ويومه يقوم بعمليات جوية عسكرية لدعم ما يسمى بالثورة السورية وهذا الأمر ليس خافيا عليكم يعني ببساطة أنت ستروح دور بجوجل خلال هذه العشر سنوات الماضية ستكتشف أن هناك كانت حرب عالمية شنت على سوريا لإبعادها عن محور المقاومة ولتدميرها أصلا بعد ما يكون شيء اسمه سوريا لو نجحوا طبعا مع كل الأسف حركة حماس وطبعا دول عربية كثيرة مو بس أخطأوا في القراءة كما أسلفت قبل قليل لا بل ارتكبوا جناية بحق الشعب السوري وقبل كل شيء بحق المقاومة الفلسطينية بحق فلسطين أنت من تجي تشغل سوريا في صراعات داخلية راح تحرمها من دورها الأساسي الذي ينبغي أن تلعبه في معادلة الصراع مع الكيان الصهيوني عودة حماس سبقتها قبل ذلك عودة بعض الدول العربية إلى سوريا الجامعة العربية التي يفترض أن تكون رابطة تضم الدول العربية لدعمهم وتعزيز قواهم وقدراتهم في مواجهة الكيان الصهيوني وقفت الجامعة العربية ضد سوريا وعندما وقفت الجامعة العربية ضد سوريا يعني وقفت ضد الشعب الفلسطيني عادت حماس إلى سوريا قبل حماس عالمي في سوريا وغذته مثل قطر وتركيا قطر كانت أول المهرولين قبل تركيا تركيا بدت تبقى شوية بقت تعليم مصر على موقفها أخيرا تركيا خلاص حسمت أمرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يعني الآن هو مستعد للقاء الرئيس بشار الأسد بالرغم من أنه كان في السابق يعني يحاول أن يظهر صراعه مع سوريا صراعا شخصيا كان يعطيه الطابع الشخصي حتى هذا بتنازل عنه وبدوا يسفرون ويرحلون بقوافل اللاجئين السوريين إلى تركيا من تركيا إلى سوريا وطبعا دول عربية أخرى عادت إلى سوريا لأن المعركة ضد سوريا أو الحرب العالمية للإرهاب ضد سوريا فشلت من اللي انتصر؟ انتصرت سوريا انتصر محور المقاومة انتصروا حلفاء سوريا الدرس هنا لو تخلت إيران عن حليفها سوريا لما انتصرت سوريا تعالوا شوفوا الدول التي تحالفت مع إيران سمعاء تحالفت مع إيران انتصرت لأن يتوسلون بها لتمديد الهدمة الهدنة انتصروا انتصروا سياسيا واقتصاديا بل وحتى أمنيا وعسكريا نحن في العراق بحاجة إلى تحالف مع إيران أنا من هنا أدعو إلى انهاء المسائل يعني ان شاء الله بعد تشكيل الحكومة كاملة الصلاحيات أن يعمد الطرفان للدخول في حوار جاد لانهاء المسائل المتبقية من القرار الدولي خبس 198 الذي أوقف إطلاق النار فقط بين البلدين في تلك الحرب العبثية التي شنها صدام على الشعبين ومن ثم توقيع اتفاقية السلام بين البلدين وحتى اتفاقية عدم اعتداء اتفاقية تعاون عسكري اتفاقية دفاع مشترك حتى لا يسوون بينا مثل ما سووا بسوريا وفي ليبيا وفي دول أخرى ابقوا معنا لماذا يجب على الولايات المتحدة الضغط من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا اخترت لكم هذا المحور أحبائي لأن الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا تتجه نحو التصعيد لكن في نفس الوقت هناك دعوات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني كتاب في براكز الأزمات في براكز الأبحاث شوفوا الأمريكيين من يكتبون عن بلادهم يكتبون وكثير منهم طبعا يكتب من واقع أنه لا يريدون للولايات المتحدة الأمريكية أن تشهد ما حصل للاتحاد السوفيتي السابق من التفكك والانهيار يقيمون هذه المعركة الدائرة الآن في أوكرانيا شافوا يعني بعد هذه الفترة الطويلة منذ أن بدأت روسيا الاتحادية عملياتها العسكرية في أوكرانيا ولاحظوا بعض المتغيرات المهمة على الصعيد الميداني حصلت دفعتهم إلى أن يطالبون الإدارة الأمريكية للعمل بكل ما تستطيع من قوة على مسار وقف هذه الحرب أو على الأقل وقف إطلاق النار بعدين الشروع في محادثات ومحاولة إنهاء الأزمة دون أن تغضب روسيا الاتحادية ودون أن تنهار المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء هم شافوا الآن نستشوفوا هذه التجربة في بريطانيا وشوفوا فرنسا بريطانيا أربعة واربعين يوم تقريبا من اختيار السيدة ليزي تروس رئيسة للوزراء وزعيمة للمحافظين استقالت قالت ما قدر أشتول ليش استقالت؟ لأن هناك أزمة اقتصادية حادة في بريطانيا بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا بسبب الدعم البريطاني والارتفاك في اتخاذ موقف مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا شفته في فرنسا مظاهرات عنف شديد يمارسه رجال الأمن والشرطة الفرنسية مع المتظاهرين وبالمناسبة حتى شوية يعني من باب نذكر موضوع الكيلو وميكيالين مظاهرات تطلع بيران يحركوها الفرنسيين من غرف العمليات التي أدارت مظاهرات ما يسمى بمظاهرات الحجاب الفرنسيون طبعا وألمانيا أيضا وحتى بريطانيا بس نفسهم هذولي بلدانهم شهدت مظاهرات ما أقول مماثلة أعنفوا مما شهدت كل مظاهرات في طهران مارست الشرطة الفرنسية أقسى أنواع العنف والخشونة مع المتظاهرين لا الاتحاد الأوروبي ندد ولا فرض عليها عقوبات ولا الأمريكان فرضوا عليها عقوبات كما فعلوا مع إيران اسمه هو الله يضرب يقولون الله من يضرب يضرب بعصى ما بيحس حيث من ضربات الله فشافه يقول لك ألمانيا أنت تدون هاي المظاهرات جايت يعني جايت تستمر تتصاعد ضد الغلاء ضد الوضع الاقتصادي المنهار ضد ارتفاع أسعار الطاقة لأن تأثير الحرب في أوكرانيا كبير جدا فيما يتعلق بأسواق الطاقة وبحصول دول أوروبا على الطاقة وإحنا بعدنا يعني الشتاء بعد ما يجي إحنا بعدنا في فسط الخريف ها بداياته ش راح يسوون لو يجي الشتاء فيكتبون مراكز الأبحاث لاحظت يعني يقولون بصفتها لاعبا رئيسيا لأن الولايات المتحدة هي التي تقود هذه الحرب بطريقة غير مباشرة في أوكرانيا مع ملاحظة أن أوكرانيا تدرون أوكرانيا هي ساهمت في كل مغامرات العصابة الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في حروب خارجية منها حرب العراق لإسقاط النظام الصدامي السابق بذريعة إقامة الديمقراطية وحصلنا هذا العراق الذي جاء تشوفونه والعملية السياسية العرجاء والاحتلال والتكفيريين والأرهاب أوكرانيا كانت مشاركة ونفسها أيضا شاركت في غزو أفغانستان ومارست مع الناتو والولايات المتحدة كل أنواع الغطرسة وارتكاب الجرائم بحق الشعبين العراقي والأفغاني فإذن بصفة الولايات المتحدة لاعبا أساسيا في الحرب وهي زعيمة العقوبات التي تفرضها ضد روسيا فإن على واشنطن العمل بشكل سريع كما يقولون الأمريكيون يقولون هذا السفير أمريكي سابق كان في الاتحاد السوفيتي في العام 1990 قبل انهياره كتب مقالا لافتا ومهما جدا في مركز الأزمات في الولايات المتحدة الأمريكية يقول هناك أربعة أحداث وقعت مؤخرا وضعت الحرب في أوكرانيا على مسار أكثر خطورة بشكل واضح أولا ضم روسيا لأربع مقاطعات هو يقول أوكرانية طبعا نحن حتى نكون محايدين الروس يقولون هذه روسية وحتى الأوكران بالمناسبة يعترفون أن هذه المقاطعات سابقا تابعة إلى روسيا حتى عندما كان هناك الاتحاد السوفيتي السابق المهم يقول ضم روسيا لأربع مقاطعات إضافية يعرقل الحلول الوسط التي كانت ممكنة في وقت سابق قبل الضم كان يكون أمكانية لإيجاد حل وسط الآن شوي تعقد الأمر اثنيا الهجمات المعطلة المعطلة على خطي أنابيب نورث ستريم للنقل الغاز تجعل من المستحيل على المدى القريب استعادة روسيا أن تكون روسيا كمورد رئيسي للطاقة لألمانيا حتى لو كان ينبغي إنهاء الحرب في أوكرانيا بإعجوبة ميسين الناس ميسين ثالثا أعطى الهجوم الأوكرانيا على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم ذريعة لروسيا لتصعيد الهجمات على أهداف أوكرانية من المؤكد رابعا أن الهجمات الانتقامية الروسية على أهداف أوكرانية ستلحق أضرارا بأوكرانيا أكثر مما يمكن أن تلحقه أوكرانيا بروسيا يقول يا بي أنتو بعد هاي التطورات أوكرانيا ما عندها إمكانية للصمود والضرر الذي يأتي من روسيا أكثر بكثير من الضرر الذي يمكن أن تلحقه أوكرانيا بروسيا بعدين هم ما ستشي سوون جايين يبررون هذا الفشل جاي تلاحظون بالحملة الكبيرة اللي قاعد يشنوها بمساعدة أوكرانيا يعني الغارب والولايات المتحدة على الرغم من أن الكونغرس البنتاجون الأمريكي يعني يقول لا توجد أدلة فيما يتعلق بما يسمى بتزويد إيران لروسيا بالطائرات المسيرة زين هستش يقولون أولا ميردون يعترفون بالعجز وبأنه هناك هزيمة قصوى وكبرى أمام روسيا يقولون روسيا ما تقدر تنتصر بحده لو لا الطائرات المسيرة الإيرانية وهم الآن يهدفون إلى تحقيق شيئين في قضية الطائرات المسيرة الإيرانية مع ملاحظة أقول إيران نفت مرارا مرارا أنها تزود روسيا بطائرات مسيرة بدون طيار وقالت نحن عدنا تعاون دفاعي الله طبيعي إيران وروسيا عدوا مع علاقات عسكرية إيران وصين عدوا مع علاقات عسكرية بس الكارثة أن إيران في مسألة أوكرانيا الكارثة بالنسبة لهم لا تريد أن تتورط هم يريدون يورطوها حتى يقولون يقولون والله لو للمساعدات الإيرانية روسيا ما نجحت هاي وحدة الثنين يريدون يثيرون الشارع الإيراني يا با إيران ليش تتدخل في أزمة وإحنا بسبب هذا التدخل الإيراني في الأزمة أوكرانية إحنا مثلا نفرض عقوبات على إيران كما نفرض عقوبات على روسيا وإيران قالت للأوكرانيين تعالوا تفضلوا نقعدوا وإحنا نسولفوا لكم ونقدم لكم أنتوا شايفين هو المتهم لازم هو يقدم دليل على أمرأته لو من يتهم يقدم يقولون البيونة وهذا قاعدة قضائية عالمية البيونة على من ادعى واليمين وعلى من أنكر إيران نقول إحنا عدنا عدنا أدلة تثبت أننا لم نزود روسيا بطائرات مسيرة فيجون يكتبون وهذا يابتر الآن أنتم سارعوا في وقف هذه الحرب أو على الأقل وقف إطلاق النار لأن روسيا من جهتها أيضا هم يقولون قررت أن تزود أو تنوي أن تزود سوريا وإيران بأنظمة دفاع جوي من طراز SS 400 لتغيير معادلة الردع الاستراتيجي خصوصا فيما يتعلق في فلسطين المحتلة نحن ماذا نستنتج من هذا المقال بالنسبة أننا كعراقيين قبل أن أختم أكرر وأقول وأكرر وأنادي إلى موضوع التحالف مع الجمهورية الإسلامية يعني بغض النظر أستعان كل هذه الضجة صحة أم لم تصح إيران لاعب أساسي في المعادلات الدولية والأقليمية والتحالف معها يخدم العراق يخليهم بعدما يتجرؤون يكررون خياناتهم وعدواتهم وعملياتهم العدوانية ضد العراق كما فعلوا عندما قتلوا قادة النصر في أران الله